انت يا كابتن نادي الزمالك عمل لي اخرى وانت عملته ديلي في حيطة تانية خالص. اخينا اكلم. احنا في ادنا نعمل ايه طيب. ما انا عشان عايز اتكلم عشان كدس. هو انا اللي بغرقه. هو احنا اللي بغرقه. اه. مش فيه مجلس اداره. اه. انتو عملت له ايه? ما تقسوش عليهه. ده ناسي عليه. وعلى اي واحد تاني بيمس نادي الزمالك وهو صاحب القرار. وهو يا كابتن ليه في جهات كلها متسجلة. صحة الانتخابات. تلاتين رجل اعمال. معي تلتمائة مليون. كل كده. انسح. بصراحة جابتن انت جاي على مشاكل. وهو عارف. انا عارف داخل على موضوع في مشاكل. انت قد المشاكل هتحلها. حلها. مش قدها كنت من الاول ما تخشش انتخابات. او يعتزر والتكل على الله. بس انت اعتزر الانتخاص. يعني 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 يعتزر والتكل على الله. والنادي بقى مين بقى? مين اللي? لجنة موقتها تمسكوا يعني. ايه ايه براف عليه كينه. انادي يا كابتن. انادي ايه? غير. دفع ستة مليون دولار. يا يا كابتن مصر. ولسه عليه القاف خير. ولسه عايز يجدد ليزيده بميز مليون. اجيب من ايه? لو الناس دي مش موجودة مين كان هيقدر يدفع الفلوس. كابتن فين الرجال الاعمال اللي هم الزمالكوية? اسمع. ما دفعوا يا ابن ستة مليون دولار. مين اللي دفعوا? هم رجال عمال. اوسامة اوسامة اوفيس زمالك على طول. انت في حد دفع ستة مليون دولار? يا حبيبي. كل الشكر. الله. ايه ماندوح عباس. حلو. في حد غير الاستاذ ماندوح عباس المحترم. يا عمي ماشي. في ستة مليون دولار. الله اعلم من استاذ الماندوح دفع فيهم كام ولا دفعهم كلهم. الله اعلم. انما احنا بنتكلم. جابوا ستة مليون دولار دفعوا بيهم فضوا. فكوا. من في الاتحاد الدولي شوية مشاكل. مشاكل اكبر من اي يعني هم لو ما كانوش موجودين. المشاكل دي اتفاجين. ما يجوش يا كابتين. ما يجوش ومين اللي يجي طاير? يا كابتين مش عايزه عزاء. ما يجوش يا كابتين. ايه اللي يمتع نزي مالك? اللي يمتع نزي مالك? انا ما عندش الخطة دي يا كابتين. انا انا باتكلم دلوقتي انت ما جيش توعدني بوعود. وعمل تقول لي الملفات. وانت ماسك كيان كبير. وتيجي تخربها. وتصفي حسابات. وتادي على النادي تماماً يا كابتن نادي الزمالك والله العظيم ولا قلتك والله ما هتقوم لأمة الموضوع فرض انتهى ودي حاجة وحشة طيب يا يا طيب يا حاجة وحشة يا عبد الرحمن عشان نادي الزمالك نادي كبير يا محمد خد الرقم ده عندك بتاع ها ابعته لك ماشي طيب برضو الزمالك هيرضع يا كابتن مصر ابقوا واحدة واحدة يا كابتن أحمد سينيمية من ساعد ما نمسك في المجلس ايه دورو بيعيط بس هاني بيرزي شو نجد لك فلوس حسين السيد معاك فلوس اه طيب يدفع خود شكاة حاضر ده دورو والله العظيم حسين اللبيب علم التجرب 25 جنيه ها والله العظيم بس ها والله العظيم رامن نسوح ده الوعداء ولا أدهم احطر الصلاة هشان ناصر انا ما عنديش وقت عندي شغل اخرب الصلاة واجل انسو الله اخريمه واجل والله العظيم كنت دورو ده دورهم والله العظيم والله ما مهرج هم عاملوا غير كده اينه والله العظيم ما باجزب طيب ومين اللي بيشون انا اللي مجنيني كدامى الزمالك والرموز ورجاء اللي عمالي الزمالكوية سابين النادي اتدمر 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 وش هكتي والمرة الثانية بقول احسابها زمان انت عايز متعصب اه بينتئم اه محسوب مجلس القديم محسوب مجلس جديد مشجح احسابها زمان انت عايز اللي انا بقوله ده لو فيكو راجل ينايشني فيه ويقول لي انت غلطان انتو الغلطانين وكان الله فاول انتو دمرتون اندي الزمالكوية انتو رجعتوني عشرين سنة الورا والله العظيم ولا يعتب شديد جدا على قدامة النادي الزمالكوية اللي هم خيرهم عليهم ولا واحد بفتح بقوية كل واحد ماسك العصان من النص علي ايه ده رحيم في داهية وكسين بالله ترتيب الدول اهلي بنامز مصري سيراميكا فيوتشر زد احنا بقى خشوا من تحته والطالق انزي بقى مع بانك الاهلي مع جونا مع نازل كلها ده لو عادنا انت تعرف عسامة مين اللي بيشيل الليلة في الاخر جماهير الجماهير ده فرق الجماهير وفي ظل كل ده تلاقي جماهير نادزة مالك الوفية هم اللي بيروحوا ويشجعوا كده فرق الجماهير ناس كتيرة ناس كتيرة يعني مش حابة للزمالك تبقى كده برضو نادزة مالك نادي كبير وعنده جماهير كبيرة يا جماعة سيظل كرة القدم المصرية اهلي وزمالك مع احترام لكل الفرق النهاردة الناس كلها بتقولي اللي بيرامت زي اسامة هو المنافس للنادي الاهلي طب نادي الزمالك يا جماعة فين اتمحها لا على ولاده لازم يرجعوا نادي الزمالك يا جدا ده كاس مصري اللي مستعمال عليكم كاس مصر تدوا الراجل اجازة فاكن لما اتكلمنا ودي رايح اللعيبة اللعيبة مين اللعيح اينا اصلا فين اللعيبة ما احترام اللي في الزمالك اللي ترايح جميز ده بيرايح هاي دي الادارة خايفين اتغلبوا شامشوش الليلة بترايحهم لمسشع زي لالي مسلا واخد لك تلات اربع بطولات فانت بترايح لعيبتك فين اللعيبة اللي عندك ده انتم خايفين تفرض عن مجلس ده الواحد اللي رددت على المجلس القديم انا الواحد اللي رددت عليه ما باخيبش مهد من ربرا صحناه تعالى ما باخيبش كلها الشخصة النادي الزمن انما انتم قاعدين حشان مصالحكم الشخصية ودمرتم النادي وربنا دمرتم النادي ولاقب مش عليكم والله لعيب ما عليكم انتم لعب اذا جميلنا للزملك اللي اتفرقت ولاقب على قدامة اprob سنال کرال with the Walkingered ان الخلاص النادي رفض في حطة مش كويسة خلاص انتهت هتحارب ازاي؟ انت هتلعب بالماطش الاهلي اللي جاي 16 لعب دولي. قول تلي انت عايز تقوله. 16 لعب دولي. قول. هتتلعبه بالزيء? النتيجة كامل بصامل الماطش الجاي. لا بأكلم اجد. عبدالله السعيد هيلعب هيكامل بتاع 90 دية. نص المهر هيكمل بتاع 90 دية. مين البديل مفيش. الشيكابال هيكمل 90 دية. زيزو هيكمل. شلبي هيكمل. مين لا هينزي. انت مش كنت بتكلم مع الاهلي اللي حالها اللي فاتت الاعمار السينية. خد مني بقى. الزمالك. الزمالك عنده انت دلوقتي العيبة. عجل. ايوا. على الشاشة طلع الخبر العجل اه. دين الخبر كده. طب اني شوفه على الشاشة. قلت لك خلاف شديد الان وخناقة بين عبدالوحد السيد. اه. طب انت عارف اعرف اعرف من الساعة تمانية. انت عارف تحسين اللبي بعبوا واحد السيد? اه. عشان عبواحد السيد اتكرم بالساني جمهورة الزمالك. مين مين? عبواحد السيد اتكلم بلسان جمهورة الزمالك ومش عاكب الوضع احنا فيه. فقال لك. معامين معامين. محمد سلمان. وهيمشي. بيقول لك هيمشي. تم معارب من الساعة تمانية هم. ايه. وانا اري الخبر. مش هلق لك عمر الساعة الاهلي من الامبارح. وقال لك عبو واحد السيد ممكن بكرة يمشي وغالبا كل ما حصل كده هيمشوا عبو واحد الساعة. وعشان الراجب. طب انت مقولتش ليه الخبر دوت لينا? احنا لازم احنا اللي نجيبه يعني. كابتن ده معروف. مالك خبر عمر الساعي. خبر عمر انا مالك انا بتكلم على الخناء انت. الخناء دي يا كابتن. ما كابتن. انا زمالكاوي هو عايز يقول لك ايه. 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 تفاصيل الخناء ان عبو واحد السيد مش عاكبه الوضع اللي بيحصل ده كله. فيه ناس بتدخل في شغله. وفيه ناس عايز تدمر في تدمر النادي. وعضو بحاجات مش عايزين نفزوها. فعب واحد دلوقتي تحول بقى زمالكاوي اللي هو بيلعب. الجنن. جاله تخلف عقلي. الفيوزات كلها عنده ضربت. اتحول لاعب دلوقتي مش بديه الكورة. فمش عارف تعامل مع الناس دي. فعايزين يمشوه. فابي احمد سليمان عايز يمشي انضف واحد حافظ على قط اللبس. اه في واحد السايد. يعني خلاص شكرا كده انا بقول لكم يا جماعة. وانتوا اسمعوا كلام اقولت من الحلقة اللي فاتت. شكرا نادي الزمالك كده شكرا. شكرا لكم اول جمهور اللي اتفرق. شكرا لكم قدامى نادي الزمالك. شكرا لكل واحد ساهم في تضمين النادي. فين قدامى نادي الزمالك? ايه? عادت واحد واحد ابعت له. يا جماعة الحاونة. يا جماعة جمعونا. بعتم مراتيش احمي بعتول صورة. هيعملو ياسم. اكيد الحد عنده فكرة ايه? هيعملو ايه? يعني انتو لما قدامى الزمالك الكباتن كلهم ناس محترمة وعلى دماغي. هيعودوا يعملو. في ايه في في يعني هيقولوا ايه نصيحة? مين ممكن ينقذ نادي الزمالك? نادي الزمالك محتاج فلوس. مين مين استنى بس مين ممكن ينقذ نادي الزمالك? واحد. وجهة نظرك. اه الفترة دي يا كابتن? الناس دي الحاجات الكارسية اللي عملوها مستحيل يا كابتن حد ينقذ نادي الزمالك ليخش بتنين مليار. قلو ست. يا عم ايه الكارسة. دمروا النادي. ايه بقى? فلوس. ايه بقى اقول? دمروا النادي. ايوا ازا دمروه ازاي? ايه اللي عملوه دمر النادي? اه. موضوع في القد. وموضوع مدير الفني. وقا في القد مش بمزاجهم. وهم عارفين يا كابتن. وهم عارفين اسفلي عارفين. ايوا ما فكوا فكوا القد وايدوا لعيبة وبعد جدا فجهوا بوقى في القد تاني. بس يا كابتن مصر. ما معنديس لعيبة ولا جهاز فني سوبر ولا جهاز معاون سوبر ولا معايا فلوس. ماشي؟ مين اللي عم وصلنا الازمة دي؟ الناس اللي داخلت بالملفات لك الملفات دي معايا. انا مقول ده كلامكم مش كلام انا. طيب. دلوقتي اكربت عشان تحارف الدوري. محتاج فلوس ومحتاج صفقات ومحتاج مدير فني. حال الوقت تسمحينه؟ نا. خلص خلاص. يبقى دول ده اضع علينا. يبقى ازا. واخر مصمار عبواحد السيد. المدير الفني مكمل. ما هيدي تكسب. ده للاسف يا كفتي. ده ده هو سب الفلوس اكفتي. هي اللي هتحل كل حاجة. لو زي ما اصحاهم بيقول. الفلوس. الفلوس هتحل لك. الفلوس هتجيب لك صفقات. الفلوس هتجيب لك مدرب كويس عالمي. الفلوس هتجدد لك للنجوم. الفلوس هي فلوس اكفتي. مش بربوا عليهم انهم قدروا يقمعوا عوادن وخفض من اه من اه. اه 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 اتكلم بصراحة. اه ده انجاز. لا اه ينا. اه طبعا يعتبر انجاز طبعا. انجاز بالنسبة لان لانه لا انه القيد موقوف وحتفظوا بحارس المر اللي بيلعب بشبل. اتكلم بصراحة. والولد التاني الاحتياط. وطبيعي اللي عواد يقعر. اسمه ايه دوة صبحي متعور. ومستوهب وزبزب. تكلم بصراحة? اه. عواد لو كان جاله عرض غير نادي الزمالك اعلى كان مش غير نادي الزمالك. عواد قاعد شما فيش عروض جاكره. طب ما كويس حظ حظ المجلس كويس. اكيدا على كلام اسامة زي يوسف اوباما لما جاله وحظ عرض بيرامدز. يوسف اوباما مشي دلوقتي. عامي يطفش شفز اوباما. يوسف اوباما ما طفش. كابت الحسين السيد. كانت الاحيسين السيد طفش. يعني يوسف اوباما ما اعمدش برضو هل إحنا ماشي? اهلا. حمي ماشي. وكان في فترات كتيرة بيكسب نادي الزمالك اوباما. يوسف او. كابتين. لا وفترات كتيرة ما اعمدش حاجة معنادي الزمالك. مشي احنا دلوقتي بقى بنقول بنلم اي حد اللي هو بنلصم الفرة عواد ما هو بنلصم. جزيري جامد برضو مفيش غير انه جاب جونين في الاقلي بس. يعني جزيري مشي. واوباما مشي. ومش عارف مين مشي. طب هم لزملك هلعب وما عنده اه اه واقف. اللي عايت.